السباح الخير عليكم ببناء نشاء الله تكونوا بخير نهضا غير قطة السيجي والله تستشفى في الموت الثاني اغمار انظروا في الفيديو الناس الذين يموتون لا يموتون الناس تستشفى في الموت يبدو ان يخرجوا الحاجة التي سبحان الله وغافرهم وراحم صح العبد سبحان الله لقد تستشفى الجنة والنار لقد كانت الجنة والنار لقد كانت الجنة والنار لقد تستشفى لقد تستشفى استخدام الله المسلم لا يستشفى عندما يتوفى شخص سأقول لا إله إلي الله سأقول إن لله وإن إله يراجعون أنه ندعو له أنه ربي ثبتوا عند السؤال ومن المفروض أننا كمسلمين نحترم وتعزوا الأقارب وكل شيء وشاء المهم أنه من المفروض أننا كمسلمين ندعو له ونطلب له الرحمة وندعو له بالمغفرة نفسهم دائقة الموت كل مؤمن كل مسلم يؤمن كل ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى ولكن للأسف الشديد الناس لما يتوفى شخص الناس لا تستشفى الناس لا تضحك على الموت الناس قال لك واذكروا أموتكم بالخير ما تجبدوش العواير والعيوب وهذاك الحساب حسب ربي سبحانه وتعالى والله قادر على أن يغفر جميع الذنوب فما جوش ناس يفتيوا كل الناس ولت أئمة كل الناس تفتي وتدخل في الدين وأنا نقول ربي يهدي كل مسلم وكل مؤمن والمسلم الحقيقي ما يتحددش وراء ظهر إنسان آخر أو شخص آخر في ظهر الغيب ما تكلمش عليه بحاجة خيبة ومبالوك في موت الشخص يعني من بعد ما يتوفى الشخص يبدوا يخرجون عيوب الشخص وما سوي الشخص ويبدوا يتكلمون بما فيه وليس فيه وكأنهم يحاسبونه في هذا الدنيا كي يشوفوا وين يدخل يقول لك فلان يروح للنار وفلان يروح للجنة سبحان الله لا إله إلا محمد رسول الله من هذا القوم لا إله إلا محمد رسول الله وكي الناس اللي يشهدوا شهادة الظهر يعني حسابهم عسير يعني يقول لك بلي فلان كان شعر بشراء بقيتوه قبل ما يتوب قبل ما يموت هذا كل يتوفى والمغنيين زوج الجزائريين في يعني حادث مرور في بلجيكا في بريكسل المغنيين الراي اللي ينترحموا عليهم ربي يرحمهم ويغفر لهم إن شاء الله وربي يكتب لهم الجنة وربي يجعلهم من أهل الجنة إن شاء الله فهذاك آميلا كولومب ومحمد بو سماحة ربي يرحمهم ويغفر لهم إن شاء الله قالوا عليه بو سماحة قالوا عليهم إنهم كانوا شاربين فشوفوا شهادة الزور يعني ما كانوا معهم ويجهروا في الغيب ويهضروا حاجة خايبة في طار الغيب عن الميت يعني مش حي فقط ويشاهدوا شهادة الزور لا إله إلا محمد رسول الله فالسيد سبحان الله بعد موته بعد ما توفى خرج فيديو كان سجلوا ويقول يناس كان يقول لهم أنا خط كان يقول لهم بله هو خطيه الشراب يعني هو لا يتعاطى يقول في فيديو سابق له بعد ما توفى خرج فيديو هو تسجلوا سبحان الله إلا محمد رسول الله يقول لهم أنه لا يتعاطى أو لا يشرب أو لا يتناول الكحول ربي يرحمه ويغفر له فسبحان الله يعني ناس كيف قلوبهم تحجرت يعني أصبحت حجر لا رحمة في القلوب ولا شفقة نقول ربي يهديهم إن شاء الله وفقط نقول أنه سوف يحاسب والله هو الذي يختار إذا كان يدي الإنسان يختار للإنسان الجنة أو النار فالناس ماذا بها لو كان جات الجنة والنار تتشرب المال لو الناس شروا لك النار حتى وإذا كنت يديري الخير ، كنت اديري إنسانة طيبة وكل شيء يشروا لك حسادك والذي يتبغضوك ويتمناولك الشر لكي يشرو اللي موت يشروها لك ولو كان يشروها لك يشروه لك النار ويشروها لك يعني شوفوا جمرة الحسد والغيرة والكره والبغض اللي في قلوب بعض البشر اللي قالوا بهم لاتحجر وانعدمت منها الرحمة فلا إلا الله من رسول الله مزية 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 لكي نربي مزية لكي نربي الحمد لله أن الله موجود سبحانه وتعالى وأن كل شيء في يد ربي سبحانه وتعالى ومن العبد ضعيف والحمد لله أن الناس حتى وإذا كانت تتمنى لك الشر فما شرح ستقدر لك لأنه ربي هو يدوم من فوق أنه ربي هو اللي يحكم هو اللي قادر لذلك وش نقول لكم لا إلا الله محمد رسول الله كي شفت الناس كيفاش تستشفى في الموت وذلك سيد مسكين غاضرني بالزبزة في بن إنسان طيب محمد بوسماحة وحتى ذلك أميلا كولومب يعني يبانون ناس ملاح وطيبين وبينين بلي ناس ملاح يعني انترحموا عليهم ولو ربي يرحمهم وربي يجعلهم من أهل الجنة إن شاء الله وفوالا مكن الله يبدأوا يزيدوا يزيدوا في الهدراء وذلك ربي هو اللي يحكم ربي هو اللي دي سيدي اللي يروح للنار ولي يروح للجنة وربيه ولي دي سيدي ماشي العبد ذلك إن شاء الله يلتا لا إلاazه أقواله في بلاس ما يلتا بالناس الناس تحسب وتحاسب الناس تحسب لك وتحاسبك يعني في الدنيا للآخرة وكأنهم هم استغفر الله وهم اللي راحين يعني يختارونك وش نقول لا إلا الله وحمد رسول الله ياخي الله وهو سبحانه اللي يحاسب يعلم ما في قلوب وعقل وعقل وعلم أفكارك وعلم إنسان يكون مؤمن وعلم وعلم يبركون هذا الناس يبدلوا عقليتهم وعقلتهم وعلم أفكارهم وعلم يستشفى في الموت لأنه عيب كبير أنه مسلم يستشفى في الموت ويتكلم ظهر الغيب بعد وفاة الشخص يتكلم عليه بشر وعيب لذلك قلوا لي وشراكم في هذا الشيء البنات الله يهدي ما أخلق في هذا الدنيا وترحموننا على محمد بوسماحة وآميلا كولوم ربي رحمة جميع الموتى ربيش في جميع المرضى وهذا ما كان بقيت فيها بزاف البنات نتأسفون هذه الحالة اللي وصلنا لها وهذه الظاهرة اللي وصلنا لها يعني الناس تستشفى يعني بعض الناس تستشفى في الموت هذه الحاجة اللي ما عجبتنيش بزاف يعني خرجت سمعت وشفت صوالح بعض الناس يعني استشفى ويهدروا بش يعني خرجوا مع عيوب ناس توفى والله يرحمهم وشهادة الظهر وإنسان شارب وإنسان شارب وأصلا خرج فيديو سجله يقول فيها أنه سبحان الله يعني شوفوا كيف هاش باللي ما يتعطاش الكحول وأنه خاطيه وإنسان طيب سبحان الله وأنه تنبأ يعني في الموت نتاعهم من قبل ما يتوفى قلهم كان يهدر بزاف على أظنكم شو نقولوا ربي يهدي مخلق في هذا الدنيا وأذا ما كان جيسبر كتخليوا لي تعليق لبنات وتترحموا على بسمحة محمد وآمن لكم رب يرحمهم ويغفر لهم إن شاء الله بسلامة موسيقى موسيقى